لم تحل الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها الشرطة العراقية دون وقوع انفجار بسيارة مفخخة في ناحية المسيب جنوب بغداد أودى بحياة 17 شخصا على الأقل وجرح أكثر من 50 من الزوار الشيعة تزامنا مع إحياء ملايين الشيعة العراقيين والعرب والأجانب ذكرى أربعينية الإمام الحسين في كربلاء تقرير لجنة تقصي الحقائق في ثورة يناير يشير إلى تورط جهات أجنبية في قتل المتظاهرين التفاصيل مع مراسل MTV هشام مهران مفاجأة عدة كشفتها تسريبات التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق الذي تسلمه الرئيس المصري حول أحداث ثورة يناير والمرحلة الانتقالية أبرزها الإشارة إلى تورط جهات أجنبية في وقائع قتل المتظاهرين أثناء الثورة التقرير أشار كذلك إلى رفض أجهزة المخابرات والأمن القومي التعاون مع النيابة العامة في جمع الأدلة وقت الثورة في الوقت الحالي منهم في السلطة هم أصحاب المصلحة الأساسيون في إخفاء مدار في قصة اقتحام السجون وهم حركة حماس وجماعة الإخوان المسلمين المصرية بالإضافة إلى دورهم الغامض في أحداث قتل أو شهداء الثورة وارتكابهم لبعض هذه الأحداث كما تشير العديد من القرائن تقرير لجنة تقص الحقائق المشكلة بقرار جمهوري كشف اعتراف وزير الداخلية الأسبق حبيب العدلي بتلقيه اتصالات من قيادة هامة بالحزب الوطني المنحل للتدخل بأنصار الرئيس السابق لإخلاء ميدان التحرير في السامن والعشرين من يناير إلا أن العدلي رفض الاقتراح وقتها حسب التقرير أحد الأعضاء الأساسين في اللجنة التي أعدت التقرير قال بشكل صريح ومباشر بأن مضامين التقرير لا تحتوي أدلة ولكن ربما بعض القرائن في بعض الموضوعات وليس كل الموضوعات كما رصد التقرير إنشاء وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي قناة تلفزيونية مشفرة لنقل وقائع الثورة إلى الرئيس السابق حسني مبارك في القصر الجمهوري دون علم أحد هنا في ميدان التحرير وفي محيطه حيث وزارة الداخلية ومبنى مجلس الوزراء دارت غالبية أحداث الثورة المصرية تحت سمع وبصر العالم في بث مباشر لكن ورغم تشكيل لجنتين لتقصي الحقائق فإن المعلومات التي توصلت إليها لا ترقى إلى مستوى الأدلة وفق العديد من القانونين هشام مهران MTV القاهرة هاجمت مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين إلى الأربعاء الخميس قرية فلسطينية في شمال الضفة الغربية وقام المستوطنون بتحطيم سيارتين ورشقوا المنازل بالحجارة في قرية جالود جنوب شرقي مدينة نابلس كما اقتحموا منزلا وأنهالوا بالضرب على أحد الفلسطينيين في ليبيا خطفت مجموعة مسلحة مجهولة المقدم عبد السلام المهدوي رئيس قسم البحث الجنائي في مدرية الأمن الوطني في بنغازي وهجم المسلحون الملثمون سيارة المهدوي أثناء توقفه برفقة ضابطين عند إشارة مرور بالقرب من مبنى مدرية الأمن الوطني وخطفوه تحت تهديد السلاح ذكرت وسائل إعلام تركية أن الجنرال اسماعيل حق كارا داي الرئيس الأسبق لهيئة الأركان التركية أوقف في اسطنبول بتهمة لعب دور في انقلاب أطاه عام 1997 أول رئيس حكومة إسلامي في تركيا وأوضحت محطات تلفزيونية تركية أن الجنرال المتقاعد سينقل إلى أنقرة ليمثل أمام القضاء في إطار تحقيق أدى العام الماضي إلى توقيف عدد من الضباط المتقاعدين بثت وكالة الأنباء الموريتانية تسجيل فيديو لثلاثة رهائن جزائريين تحتجزهم حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا وهم يدعون بلدهم إلى السعي لإطلاق سراحهم وحركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا جماعة إسلامية ناشطة في شمال مالي ولم يتم التعريف بالرهائن الذين ظهروا في التسجيل يرتدون زيا أفغانيا وبصحة جيدة وكانوا يتحدثون تحت مراقبة رجال لم تصور وجوههم أقال رئيس إفريقيا الوسطى فرانسوا بوزيزيه ابنه جان فرانسوا من منصب وزير منتدم لشؤون الدفاع وأقال أيضا رئيس أركان الجيش معلنا تسلمه بنفسه الحقيبة الويزارية الحساسة وكان بوزيزيه أعرب في كلمته إلى الأمة بمناسبة العام الجديد عن أسفه لعدم تمتع القوات المسلحة بالانضباط اللازم وفشلها في وقف زحف متمردي تحالف سيليكا والذين سيطروا في أقل من أسبوعين على غالبية المدن الرئيسة في البلاد وباتوا على أعتاب العاصمة بانغي منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجنسية الروسية إلى الممثل الفرنسي جيراردو بارديو الذي هدد بالتخلي عن جواز سفره الفرنسي احتجاجا على زيادة الضرائب التي تطول أغنى الأغنياء وكان دو بارديو نجم السينما الفرنسية أعلن أن رفض المجلس الدستوري الفرنسي مشروع فرض ضريبة نسبتها 75% على أغنى الأغنياء لا يغير شيئا في قرار انتقاله إلى بلجيكا اشترت شبكة الجزيرة الإعلامية القطرية محطة تليفزيون كارن تيفي الأمريكية التي تواجه صعوبات مالية في صفقة ستتيح للجزيرة دخول سوق القنوات التليفزيونية الأمريكية كارن تيفي شارك في تأسيسها عام 2005 نائب الرئيس الأمريكي السابق ألغور ولم تكشف على الفور التفاصيل المالية للصفقة لكن مجلة فوربس قالت إن قيمتها قد تصل إلى 400 مليون دولار منها 100 مليون دولار لألغور محاكمة مغتصبي طالبة الهندية صحة كلينتون وشافاز مقتل الملة نذير ومزيد من الأخبار في هذا التقرير وجهت تهمة الاختصاب الجماعي للمشتبه فيهم باغتصاب الطالبة الهندية في أعقاب وفاتها في حادث أثار غضبا شديدا في البلاد وبعد تعرضها لاختصاب جماعي وللضرب بقطبان حديدية ألقي بالطالبة من الباص مع صديقها وتوفيت في مستشفى نقلت إليه في حال حرجة بعد خضوعها لثلاث عمليات جراحية أعلن مسؤولون أمنيون باكستانيون أن زعيم الحزب الباكستاني الملة نذير الذي أرسل رجالا لمقاتلة القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان قتل مع خمسة مقاتلين آخرين في غارة شنتها طائرة أمريكية من دون طيار في باكستان غادرت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون المستشفى بعد ثلاثة أيام على دخولها للعلاج من جلطة دموية أصبتها في الرأس ولم تعطي الخارجية الأمريكية تفاصيل بشأن تاريخ استئناف كلينتون أنشطتها وسيتعين عليها تسليم مهامها لخلافها جون كاري خلال أسابيع قليلة أعلن وزير العلوم والتكنولوجيا الفينزولي خورخي أريازا صهر الرئيس هيوغو تشافاز أن صحة الرئيس الفينزولي في حال مستقرة لكن دقيقة من جهة ثانية أعلنت بوليفيا والبرازيل أنهما تشعران بالقلق على الوضع الصحي للرئيس الفينزولي بعد ثلاثة أسبع من العملية الجراحية التي خضع لها في إطار معالجته من السرطان في كوبا في فرنسا قتل خمسة أشخاص من أصل جزائري هم رجل وزوجته وأبناءهما ثلاثة في حريق مبنى في باريس أسفر عن إصابة ثمانية عشر شخصا بجروح طفيفة أيضا وبينما كانت ألسنة لها تمتد إلى الطابق السادس تمكنت فرق الإطفاء والإنقاذ بوسطة سلة من كبير من إخراج سبعة أشخاص من المبنى أحدهم رضيع أصيب بجروح طفيفة مؤسس بلاي بوي يدخل القفص الذهبي مجددا رغم بلوغه السادسة والثمانين تقرير إرسي لدكاش يبدو أن العمر ما بقى عم يقف حاجز أمام الزواج والمثال الأخير على ذلك هو زواج المؤسسة الرئيسي لمجلة وكفة مشاريع البلاي بوي يو هافنر هافنر البالغ من العمر ستة وثمانين سنة استبدل ثياب النوم الحراري المشهور فيها لبدلة رسمية وارتبط بكريستل هاريس الشاب الشقراء وعارضة البلاي بوي يلي عمره ستة وعشرين سنة والمراسيم تمت بالبلاي بوي منشن طبعا ببيرلي هيلز كاليفورنيا هالقابل كانوا مقرارين يتزوجوا عام 2011 لكنهم أجبروا على تأجيل المشروع من بعض ما أصيب هافنر بوعكة صحية ولكن هالمرة نجحوا بالارتباط وأكد الزوج الشهير على موقعه على تويتر أنه حاسس حاله سعيد ومحظوظ كتير هافنر كان متزوج مرتين قبل وعنده ولدين من كل زواج العدد الأول من مجلة بلاي بوي اللي تاريخه منه محدد أطلق بالأسواء بشهر كانون الأول من عام 1953 وكانت نجمته ميرلين مونرو كما أنه انبعت منه أكثر من خمسين ألف نسخة هافنر يلي مالتأ شخصيا بمونرو بحياته اشترى القبر الموجود إلى جانبه بالمدفن الموجودة فيه اشتركوا في القناة